السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكل متابعين الكرام اهلا بكم في قناتكم قناة ابو الصحاب سات وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلم وتسليم زي ما واضح قدام حضراتكم معنا تردد القناة المحبوبة والجميلة التي يبحث عنها الجميع القناتين يا جماعة مدموجين مع بعض في تردد واحد زي ما واضح قدام حضراتكم في تردد واحد والتردد ده حزم عامة بيشتغل عند الجميع لكن خلي بالك في مشكلة او في بعض المشاكل المتعلقة بهذا التردد هنحلها ان شاء الله من خلال حلقتنا النهاردة علشان الكل في النهاية يقدر يضيف تردد هذه القناة الجميلة على النايل ساد شكرا لإدارة هذه القناة هنروح دلوقتي باسم الله الرحمن الرحيم على اول معلومة موجودة معنا هيكون معنا كتابة وموجود تحت بالاسفل ازاي كمان تضيف هذا التردد تمام حضراتكم التردد ده هيكون ركز معايا في كل كلمة 11 2 5 6 ده بيكون سابت بمعنى ايه ان انت ممكن تكتبه 11 2 5 وخمسين ممكن 11 2 57 يبقى الرقم الاخير ده ممكن يكون متغير مش هيحصل اي حاجة تمام حضراتكم طيب للناس اللي مش فهم الموضوع انا بحاول ابسط لكم العملية معدل الترميز يعني ده هيكون التردد تمام ده هيكون معدل الترميز اهو هيكون 27500 ده السابت لكن المتغير اللي هو ايه المتغير اللي هو 27499 او 27500 وخمسمية واثنين او 27513 معنى كده ان الخمسمية دي ممكن تقل 10 ارقام وممكن تزيد 20 رقم مفيش اي مشكلة تمام يعني ممكن 520 مفيش اي مشكلة ده المتغير لكن السابت بيكون اول واحد اللي انا تكتبوا دلوقتي لحضراتكم هنروح على الاستقطاب الاستقطاب اللي هيكون حرف الاتش لاما كلمة اسمها لاما حرف الاتش لاما كلمة اسمها افقي مش هيخرج بره الاتنين دول تمام حضراتكم طيب بعد اما عرفنا ايه هو التردد نروح دلوقتي على مشاكل التردد ده هنروح دلوقتي على تاني سؤال موجود معنا وما هي مشاكل هذا التردد علشان اوضح لحضراتكم كل حاجة بالتفصيل مشاكل التردد ده تنحصر في حاجتين اول حاجة هو الضبط اشارة الطبق لان الطبق اللي عند حضراتكم لو مش مزبوط فبالتالي هيجي لا يوجد اشارة لا يوجد اشارة على التردد بالكامل يبقى انت محتاج تزبط اشارة الطبق لالكلام ده علشان التردد ده من اضعف ترددات النايلسات تردد ضعيف جدا 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 تبقى لو مجاتش معاك القناة او ملقيتش اشارة يبقى انت محتاج تزبط اشارة الطبق ايه هي تاني حاجة تاني حاجة جودة الصورة اللي هي مش HD ومش SD يعني ما تشتغلش على الارسفارات العادية تمام حضراتكم طيب بعد اما تبحث على التردد ده هيتم ظهور كم قناة هيتم ظهور خمستاشر قناة يبقى انت كده ماشي صح قابلين لزيادة او نقصان قناة او قناتين طيب لو القناة ما لقدهاش موجودة يبقى تعمل ايه هتقم رايح تحزف التردد ده تحزفه نهائيا وترجع تضيفه تاني من جديد السؤال الاخير اللي موجود معنا طب ايه هو اسم القناة اللي هيظهر عنده حضراتكم قبل ما نعرف مع بعض ايه هو اسم القناة باتمنى من جميع متابعين قناة ابو الصحابسات ياريت محدش ينسى الضغط على زر اللايك لان اللايك بتاع حضرتك ده هو اللي بيخليني استمر وقدم لكم كل جديد وزي ما انت استفدت من الفيديو بتاع النهاردة فياريت تفيد غيرك وتعمل مشاركة وياريت كمان تقدر تعبي وتعمل لايك ولو انت عايز وصلك مني كل فيديوهاتنا الجديدة دوس على الاشتراك وفعل زر التنبيهات في هذا المكان هيظهر دلوقتي قدام حضراتكم الاسم الخاص بالقناة اللي هيكون موجود عند حضراتكم على الجهاز مبروك للجميع وشكرا لإدارة هذه القناة قبل ما اختم حلقتنا النهاردة عايز اقول لحضراتكم على نصيحة لوجه الله تعالى اللي تجعل المشاهدة تلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله وعن حياتك اليومية خلي دائما كل حاجة في حياتك يكون ليها وقتها انتبه لنفسك وانتبه لأطفالك والسلام عليكم ورحمة الله